شهر جماد الأولى هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية وفيه وقعت أحداث مهمة في تاريخ الأمة منها خروج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة إلى ذي العشيرة يريد عيرا لقريش كانت متوجهة إلى الشام فنزل العشيرة من بطن ينبع وأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا وفي السنة الثامنة للهجرة وقعت معركة مؤتة وهي أول قتال مسلح حطم المقاييس وألغى الحسابات بين ثلاثة آلاف من المسلمين ومائتي ألف من نصارى الروم والعرب وفيها قتل قادة المسلمين ثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاصطلح المسلمون على خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ الراية ونجح في إنقاذ المسلمين من هزيمة كادت تقع وفي السنة الثالثة عشرة للهجرة وقعت معركة أجنادين بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين الروم وكانت إحدى المعارك الفاصلة التي انتصر فيها المسلمون وفي سنة 666 للهجرة كان استرداد المسلمين بقيادة الظاهر ببرس مدينة يافا من أيدي الصليبيين بعد قتال دام 12 ساعة لتعود المدينة بذلك إلى سلطان المسلمين وفي سنة 857 للهجرة تمكن المسلمون من فتح القسطنطينية حيث دخلها العثمانيون منتصرين بقيادة السلطان محمد الفاتح رحمه الله وكان من نتائج هذا الفتح السقوط التام للدولة البيزنطية العدو الأول للمسلمين لأكثر من ثمانية قرون جماد الأولى فتح أعظم ونصر مبين ترجمة نانسي قنقر